أصعب أنواع الجرائم ونوجة نظري هي الجرائم اللي ملهاشه عقوبات في القانون لأنها جرائم صعبة نثبتها زي الجرائم إن إحنا نكسر قلبه حد أو نكسر خطره أو نضحك على مشاعر الناس أو نتلعب بيها ما تقدرش تثبت ده هتثبت ده إزاي هتثبت مين كان مخلص ومين كان خين طب مين اللي بدأ يشغل التاني عشان يوقعه في حبه ويدحك عليه طب والحب اللي حصل ده أصلا كان حبه حقيقي ولا وهم مين كانت نيته سليمة ومين كان داخل يتسلى مين كان صادق في مشاعره ووعوده مين كان بيمثل عشان فيه جواه هدف تاني أو بيدحك عليه قدامه بس صعب جدا بعد قصة حب أو ارتباط ما وصلتش للجواز إن حد يعرف مين كان صحة ومين كان غلط لأن تفاصيل بدايات الحب والارتباط مش مسجل ولا فيها أخطام رسمية الطرفين أصلا مفيش بينهم عقد رسمي زي عقد الجواز مثلا بس عايز أقولك أنا حاجة السيناريست الكبير وحيد حامد قالها حكمة على لسان أحمد زكي الله يرحمه في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة فاكرينها لما قال إن كلمة بحبك عقد اللمسة عقد النظرة عقد الوعد بالجواز ده أكبر عقد وده كان من أحلى المشاهد اللي ممكن نشوفها في حياتنا فعلا كان بيعلمه إزاي يبقى راجل وإزاي إنك تقول وعد وإزاي إنك تعشم أو إزاي إنك تدخلي تتحكي عن ناس أو تعشمي حد وبني حياته معاك وتخلعي بس دي عقود مش متوسقة يا أدا مش ناس كتير هتفهمها وإنت برضو عليك لوم كبير لوم إنك سلمت قلبك ومشاعرك بكل سهولة من غير ما تحسبها كويس أنت بخدتش حتى حذرك ما سمعتش النصيح بتاعت والدتك وإختك لما شافوا الصورة بدري بدري وحذروك قالوا لك يمشي بس أنت صممت دخلت بقلب جامد وإنت بيع نفسك ومش عامل حتى حسب الاحتمالات يعني كنت بتحس في عينها بنظرة غريبة ما سألتش نفسك إيه دي طب ما سألتهاش في الأول خليت نفسك أكينك آلة حرم طعم من أجمل نعمة في الدنيا نعمة الحب أو المشاعر مش حاسس بحاجة بقدر أكترون مشاعري ليه تكترون حب بما يرضي الله نعمة إنك تعيش حياتك بشكل طبيعي ويبقى ليك أصحاب وخروجاته تستمتع بالدنيا تبقى ليك خبرات وتجارب طب إيه فضلت جد بزيادة زي ما بيقولوا رابط الكرافات وقفلها لحد ما خنائتك ما تزعلش مني أكيدك أخوي الصغير وأنا بتكلم معاك لما جيت فكها فكت على الآخر بحبحتها قوي فوقعت ما حد استغل قلة خبرتك إنه ما عندكش لسه خبرة عاطفية جايز يكون اللي حصل صعب ووحش وبيوجع والله العظيم أنا حاسة بيكمين مني أنا ما تضحكش علياش تبع عارف بس كان درس وخبرة أنت كنت محتاجهم في حياتك العاطفية ممكن يكون إنه درس جي متأخر وجي بيوجع قوي بس كان لازم ييجي إن شاء الله ما ترتبط تاني ترتبط بواحدة بنت حلال زيك وطيبة تعرف إزاي تحبك وتصونك وتحافظ عليك وأنت كمان هتعرف إزاي تختارها وتحافظ عليها هتحافظ على قلبك مش هتديل أحد وخلاص ما حدش بتعلم بباليش هو عتفتكر الانتقام هو الحل هو عتفتكر إنه اللي حصل لك ده هيعطلك أو هيئذيك هتنتقم هتعمل إيه ولو فكرت في الانتقام هتوصل لإيه على قد الواجع والجرح بيكون العوض من ربنا ده بجد وبكرة هتشوف هتشوف ربنا هيرضيك إزاي ما فيش أحسن من تدبيره سلم قلبك لله ابدأ صفحة جديدة بكرة هتفتكر كلامي أنا شفتها بعيني شفت ناس بتكسر قلوب ناس وتجوزت بس لما تجوزت حياتها جحيم سبحانك يا رب شفت ناس تظلمت وحد جي عليها والله العوض كان محدش يصدقه سبحانك وماشاء الله هم باركوا يبارك لهم ده بجد إيه اللي حق العباد لأنه دايما كان يتقلي تنتقمي وتشوفيه متضايق تتفرجي عليه ولا ربنا يكرمك وتكملي بدل ما تتعطلي بتدوري على أزيته ربنا يكرمك يا ابني وكمل سمعت معنا كلام دكتور حمودة في فقرة اللي فاتت سمعت كلامه دلوقتي واستنى منكم رسالة جديدة ما تطمنوني كان زي جروبس اللي بنحد نعملها على الفيسبوك انه جروبس ايه يا جماعة أنا كنت في علاقة وطلعت منها وطلع مش كويس تسألوا لي اعمل ايه ربي زرع لعبي يوجا انا عايز اسمع منكم بجد عشان تخرجوا من علاقة عاطفية قطمتك قطمت ظهرك زي ما بيقولوا او ديقتك او ضلعتك بتعمل ايه هنساعد بعد وهنسمع بعد وهنحاول نحل هنا في قصة حقيقية باي باي